منذ أكثر من أربعة سنوات وأهل حي العباس بكربلاء يعانون من تلوث مياه الشرب وعدم حصولهم على كفايتهم منها محتمدين على السيارات الحوضية لنقل المياه التي تصلهم تارة وتغيب تارة أخرى القاطنون هنا تحدثوا بمرارة وحرقة كبيرتين عن الانتظار ولأيام طوال كي يصل الماء إليهم وحتى إن وصل فيكون ملوثا وأبيض اللون تشبه روائح كريهة كما يصفون الحكومة المحلية ناشدنا سيد المحافظة ناشدنا السيد مدير ماء كربلاء وناشدنا مدير مجاري كربلاء كل هالمناشدات قبل الانتخابات وورا الانتخابات وكرش ماكو لا حل ولا كرش شح المياه وانقطاعها بالإضافة إلى تلوثها بدأ يسحف على مختلف أحياء كربلاء متأثرا بأزمة المياه التي تهدد أغلب المحافظات العراقية فيما لجأ المواطنون في حي العباس إلى مياه لا تتوفر فيها الشروط الصحية ليس الماء في هذه المنطقة أزمة فحاسب بل الخدمات بأكملها كالكهرباء والإكساء والقائمة الخدمية تطول بينما يترقب السكان حلول عاجلة تنهي معاناتهم علي خالد واني نيوز كربلاء